طيب نروح لنشرة أخبار المنديال النهاردة وأبرز عنوين هذه النشرة هي إصابة لوكاس هنننز لاعب أو مدافع المنتخب الفرنسي بقطع فيه الرباط الصليبي وبالتالي هيغيب عن فرنسا في باقي مباريات كأس العالم 2022 وحتى نهاية الموسم مدافع بايرن ميونيخ والمنتخب الفرنسي أصيب أمس في هذه المواجهة مواجهة المنتخب الأسترالي اللي فازت فيها فرنسا بالأربعة نصير مزراوي كمان زاير أيمن المنتخب المغربي اللي النهاردة كان بيلعب زاير أيسر عشان أشرف حكيم يلعب على اليمين غادر مباراة المغرب وكرواتيا بسبب الإصابة هيبقى فيه شكوك حول مشاركته أمام بالجيكا في المباراة اللي جاية أيضا الاتحاد السعودي لكرد القدم بيعلن خضوع ياسر الشهراني لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته في مباراة الأرجنتين وكان فيه شعات النهاردة أنه هيبطر كورة وكلام كتير قوي كده فيش الكلام ده خالص هي عملية جراحية آه صعبة شوية آه الإصابة جبيلة شوية بس يرجع سليم معافة إن شاء الله في أقرب وقت ويرجع يكسر الدنيا واحد من نجوم المنتخب السعودي والكرة السعودية بشكل عام